رحب عبر الأخمار الصناعية بالأساس محمد كمال الباحث في الملف المصري في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي برحب بك يا سيد محمد يعني موضوع التأخر في إخلاء السبيل أو تنفيذ قرارات العفو الرئاسي هل هو قد نستشعر منه وجود مشكلة ولا ممكن يكون إجراءات فقط لحين وصول قرارات العفو للأقسام ثم النيابات وما إلى ذلك وصولا إلى تنفيذ القرار تحياتي في البداية لحضرتك والسادة المشاهدين خلينا متفقين على قاعدة مهمة جدا بتأسس لموضوع الإفراجات وموضوع قوائم العفو وموضوع لجنة العفو الرئاسي إن الإفراج عن معتقل الرأي في مصر هو مرتبط بإرادة ونية لهذا النظام هل تتوافر الإرادة أم لا نجيب على هذا السؤال أولا ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك فيما يخص هذه القائمة اللي أعلن عنها الأستاذ خارد المصر والناس أريد توثيقات كثيرة أن الأهالي ذهبوا إلى السجون وذهبوا إلى أقسام الشرطة وكان الرد الذي يأتيهم ده تأكيد لكلام الأستاذ خارد كان الرد الذي يجي لهم ما فيش إخلاءات سبيل ربما يكون هناك خطأ ربما يكون أساميهم نزلت بالخطأ ولكن ما زن بالمعتقل ده رقم واحد لا هو أكيد ما فيش أسامي يعني ما فيش صعب أنه نحن نتوقع أنه في أسامي تعدي كل السايكل دي وتوصل لإنها تتنشر في الجريدة الرسمية ونقول إن ده حصل أصلا بالغلط يعني ممكن نقول إنه فيه تباطئ فيه مشكلة في التواصل لكن أكيد موضوع غلط ده مش وارد أفتكر في عدم رغبة في التنفيذ وارد جدا أن يكون فيه عدم رغبة في التنفيذ نرجع بقى لارتباط الإفراج عن معتقل الرأي في مصر بالإرادة السياسية خلينا نقول إن من 26 إبريل لعشرين